اشتركوا في القناة ندوة لعرض نتائج برنامج التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جيل سياحة بيتميمون جولة سياحية واستكشافية لتلاميذ المتوسط بالمريج قسنطينة معاينة منطقة سيدي عكاشا واشطايبي بمعاية إطارات من وزارة السياحة بيسكيكدا في ولاية ورغلا فعاليات الانتقاء الجهوي للجائزة الوطنية للصناعة التقليدية في المستهل كشف وزير الاتصال محمد العقاب عن استعداد الجزائر للانفتاح على وسائل الإعلام الدولية وأوضح الوزير العقاب خلال تصريح صحفي على همش توقيع مذكرة تعاون بين قناتي الجزائر الدولية وروسيا اليوم أن الجزائر مستعدة لاحتضان العديد من المكاتب والبداية أقول كانت مع قناة روسيا اليوم وهذا يعكس عمق التعاون الإعلامي بين الجزائر وروسيا فهو يمتد لسنوات الاتحاد السوفياتي وقال العقاب العلاقات الإعلامية الجزائرية الروسية قديمة وضاربة في التاريخ ونتمنى أن تتعزز أكثر مشيرا إلى أن الجزائر تحصيح حاليا أزيد من ثلاثون مراسل أجنبي لمختلف القنوات الأوروبية والعربية هذا واختتمت البعطة الجزائرية الإيطالية أعمالها بولاية الطرف والتي تندرج ضمن اتفاقية تعاون علمي بين المركز الوطني للبحث في علم الأثار ومخبر الدراسات للممتلكات الثقافية التابعة لجامعة تورينو الإيطالية والتي انتلقت منذ 5 نوفمبر الماضي وأفد بيان وزارة الثقافة أن البعطة العلمية قامت بعدد من أشغال البحث الميداني لمشروع الخريطة الأترية للشرق الجزائري بإقليم ولاية الطرف وتتمثل هذه الأشغال في عملية المسح الأثري وتوتيق المعالم والمواقع الأثرية وإدراجها ضمن الخريطة الأترية الرقمية للقطر الجزائري محلياً نظمت أمس الخميس بفندق غرارا تيمون ندوة لعرض نتائج برنامج التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جيل سياحة لإضام توظيف الشباب وإدماجهم في قطاع السياحة وسلسل القيم الخاصة بها كما عرفت هذه الندوة تقديم المخطط الرئيسي للتنمية السياحية على المدى القصير والمتوسط لولاية تيميمون على سلطات المحلية وعلى رأسها وللولاية بحيث تناول هذا العرض تقديم أدوات تنفيذ المخطط SDAT الذي سيساهم في تجسيد سياحة فعالة وحادثة في هذه الولاية النموذجية الرائدة مع توفير فرص العمل للشباب وعرض خطة عمل SDAT وإصداراتها التشغيلية واللجنة القطعية أقول المشتركة المحلية وفي سياق ناخر نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية قسنطينة وبتنسيق مع مديرية النقل وجمعية الفنك الذهبي وأكد جمعية ليندا للسياحة جولة سياحية واستكشافية لذراع الناقة بالمريج لفائدة فوج من تلاميذ الطور المتوسط هذه الرحلة التي جاءت ضمن فعاليات المخيم الوطني في طبعته الخامسة وحيث انطلقت يوم أمس الخميس تحت شعار سياحة الخضراء من أجل المحافظة على البيئة إلى ولاية تسكيكدا أين قام مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية زوبير كعباش اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى منطقة التوسع السياحي سيديعكاشا ببلدية المرسى واشطايبي في إطار عملية تطهير العقار السياحي أين تمت هذه الزيارة بمرافقة إطارات من الوزارة الوصية والوكالات الوطنية لتنمية السياحة ومصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لولايتي سكيكدا وعنابة حيث كان الهذف من هذه الزيارة التحديد الميداني لأحدثيات الجغرافية بين ولايتي عنابة وسكيكدا بهذه المنطقة السياحية كما كانت فرصة لمعاينة شاطئ سيديعكاشا بغية العمل على إدراجه بقائمة شواطئ المسموحة للسباحة مستقبلا إلى خبر آخرين تحتضن ولاية ورقلة وبالتأثير من غرفة الصناعة التقليدية والحرف فعاليات الانتقاء الجهوي للجائزة الوطنية للصناعة التقليدية الفنية بعنوان 2023 وحسب بيان غرفة الصناعة التقليدية للولايات تجرف عالياتها بفندق لينتال بلاسا حيث تشرف اللجنة الوطنية على انتقاء منتجات الحرفيين لسبعة عشر ولاية جنوبية لتتوج إلى الانتقاء الوطني حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بكل ميدان شكرا على حصن الإصغاء والمتابعة في أمل لها